موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم النهاردة في حل نموذج امتحان النهاردة هنحل من كراسة المعاصر امتحان محافظة المينيا امتحان رقم 15 بيج 64 and 65 صفحة 64 و 65 زي ما انتشايفين قدامكم اللي امتحان طبعا عبارة عن ولقتين 8 اسئلة هنه هاخد سؤال سؤال وهنشوف هنحل الامتحان ازاي زي ما عاودتكم طبعا احنا حلنا امتحانين قبل كده في القناة هسيب لكم رابط اللي امتحانين دولت في الوصف اللي تحت الفيديو عشان اللي مش متابعني يتابعهم ويرجاحهم معنا طبعا هو السؤال الاولاني انت بتستمع الى معلمك بيقول كلمة من الكلمات اللي قدامك عندك ثلاث اسئلة همت هنطأ كلمة في كل نقطة والكلمة اللي هتسمحها هتحط عليها دائرة أظن الكلمات واضحة خالص في رقم واحد طبعا ناب في رقم اتنين تيرن في رقم ثلاثة فد طبعا ده سؤال برضو استماع انت بتستمع الى معلمك وبتكمل الكلمات النقصة قدامك في المحاجسة فاطمة هلو ندا هلو فاطمة what did you do yesterday what did you do yesterday i watched the sunrise i watched the sunrise did you climb the mountain did you climb the mountain no i didn't no i didn't طبعا الكلمات اللي انا قصوا قدامكم do sunrise did no question number three circle the odd word and replace it with a correct one طبعا انت هتحط دائرة على الكلمة المختلفة واتعوض مكان الكلمة دي بكلمة تمشي مع الثلاث كلمات التانيين number one week day year car طبعا انا عندي ويك يعني اسبوع day يوم year سنة او عام وcar سيارة طبعا كار مختلفة فاحنا نشيل كار ونحط كلمة month اللي هي شهر عشان تمشي مع الثلاث كلمات التانيين number two chair table desk joke طبعا chair يعني كرسي table ترابيزة او منضدة desk مقعد joke يعني نكتة او دعابة فهتبقى جوك هي اللي مختلفة وهنحط كلمة دور number three girl boy woman candle طبعا girl يعني بنت boy ولد woman امرأة وكاندل اللي هي شمعة فكاندل هتبقى مختلفة ونحط مثلا كلمة man number four red green eight black طبعا red يعني احمر green اخضر eight اللي هي رقم تمانية وبلاك يعني اسود فهنشيل eight لانها مش ماشية مع الالوان ونحط مثلا yellow number five water tea candy milk water يعني ماء tea شاي candy حلوة milk لبن هنشيل candy لانها مش ماشية مع water وتي وملك ونحط مثلا juice question number four choose the correct answer from a b c or d number one we not at jokes yesterday love loves loved loving طبعا انا عندي yesterday ده اللي على زمن الماضي فمعنى كده ان انا هاختر الفعل في الماضي اللي هو loved number two may i not you help helps helped helping طبعا انا عندي may من المودل verbs اللي هو الأفعال النقصة اللي بتتبع بفعل فيه المصدر فيبقى الاختيار الصحيح عندي help number three i didn't have enough نقط to buy popcorn pictures plants chairs money معايش ايه كفاية عشان اشتري popcorn طبعا اعكيد هشتري popcorn بmoney فتبقى money هي الاجابة الصحيحة number four my mother not up the clothes did set hung made طبعا هي علاقة الملابس اللي انتو فاكرين اللي هي ايه hung up question number five read the passage and answer the questions طبعا دي قطع قدامكم احنا نقرأها ونجاوب على الاسئلة تعال نقرأ القطع الاول مع بعض ونترجمها last week i went with my friends to the cinema الاسبوع الماضي انا ذهبت مع اصحابي للسينما we went there in the evening ذهبنا هناك طبعا في المساء we bought tickets and went into the cinema اشترينا تذاكر وزهبنا الى السينما ودخلنا السينما it was a funny film كان فيلم مضحك after the show بعد العرض we ate ice cream احنا اكلنا ice cream my friend احمد bought a nice jacket صاحبي احمد اشترى جاكت جميل then we went back home by bus وبعد كده احنا رجعنا البيت بي when i arrived home i ate dinner with my family لما وصلت البيت تناولت طعام العشاء مع عائلتي تعالوا نشوف الاسئلة question number a fill in the blank boxes with true or false number one i went to the cinema with my family انا رحت السينما مع عائلتي طبعا الجملة دي ات false لانه راح طبعا مع اصحابه number two i had dinner at home تناولت طعام العشاء في المنزل اه هو قال لما رجعت تناولت طعام العشاء في المنزل number three احمد bought a nice jacket احمد اشترى طبعا جاكت جميل ايوة طبعا هو قال في القطعة number four how did they go back home ازاي رجعوا البيت مكتوبة طبعا بالنص فوه في القطع هي they went back home by bus number five when did they go to the cinema راح السينما يمتى طبعا فاول سطر عندنا فوه خالص they went to the cinema last week question number six rearrange the following words to make correct sentences طبعا سؤال ترتيب الجمل اللي متلغبطها واحنا هنرتبها number one short i hair like my وعايزنا هنا ابدأ ب i ها عرفتوا ترتيب يلا فكروا كده مضبوط هتبقى i like my hair short number two having he launch is وهنا عايزني ابدأ ب he يلا فكروا برضو ايوة هتبقى he is having launch number three did do what she وعايزنا ابدأ what ها هتبقى what did she do number four سامي are okay you وعايزنا ابدأ ب are ها هتبقى are you okay سامي question number seven look and write a paragraph of five sentences بصوا للصورة اللي قدامك كويس واكتب بارغراف من خمس جمل اي خمس جمل عجبينك اكتبهم بس يكونوا ماشيين مع الصورة انا ممكن اكتب اول جملة i can see some food and juice انا شايف بعض الطعام والعصير i like orange juice this is spaghetti i like eating french fries i don't like meat الاخر سؤال معانا question number eight bonkettuate the following اللي هو علامات الترقيم وطبعا انتم متدربين في الحلقتين اللي فاتهم ان علامات الترقيم اللي عندوكم كل جملة او سؤال في حاجتين بس غلط تعالوا نقرأ number one does ali play tennis on fridays لو دورنا في الجملة كويس هنلاقي the a بتاعت ali وطبعا ده سؤال فيبقى في الاخير question mark number two i am not at home on monday طبعا لو بصينا كويس في الجملة الجملة نقصة بسطرفة بين i والm اللي هي i am والm بتاعت monday لازم تبقى كابتل لان ايام الاسبوع لازم تبدأ بحرف كابتل وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من حل الامتحان الخاص بكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شيروا لايك وتفعالوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلوكم الامتحانات الجديدة شوفكم على خير الحلقة اللي جاية في فيديو جديد جود باي